الحمد لله إيجابية جيتنا البلاتو مع وراء الجدار إذن حبذا لو تحكينا بداية القضية هذه هذه الزوجة هي كانت زوجة ثانية تزوج بها قعدت لمدة 13 سنة قريبا أنتم تحت ثقف واحد كنتوا تعيشوا بدون أي مشاكل بل بالعكس رزقتوا ما بطفل كيفاش اكتشفت أن هذه الزوجة خانتك وهل كانت ترودك شكوك قبل كل هذا في البداية ما كان عندي حتى شك كنا عايشين طبيعي كما الناس كل في سعادة ما يخصها الأول وفي الضار عندها فيلا في الدرعان كانت ساكنة فيها وعندها فيلا في القالة يعني كانت وين تحب تروح في الشتاولة في الصيف تروح متهنين بعد مدة نسمع بعض الأمور الضروف المحيط العائلي بطبيعة الحال إنسان في الظروف هذهك ما يتسرعش يقول بلكش الناس حابين يفزدوا بلكش حابين يوصولوا هدف معين بلك هذا ما أخذيتهش بعين الاعتبار يعني كبير ولكن بقيت نتبع فيها لتحت تحت في يومين ما جات الفرصة أنه عندي أختي دارت عرس باش تزوج بنتها في عين الفكرون أنا خالها المعني الأول تقريب بالأمر هزيت الزوجة تاعي وديتها العرس كي أيها الناس لكن أنا ما قاعدش في العرس عرس تعنسها أنا مشيت نخدم على روحي أنا ندي بلاسي بزاف لنا الأمور المكسب الرزق تاعي كل مرة في بلاسة نغيب ياسر أنا وكل مرة عندي ورشة في بلاسة مرة في سوقهراس مرة في فرجيوة مرة في بوحجار مرة في أي ولاية في السطيف خدمت حتى هنا في العاصمة وخلال فترة الغياب ديالك الزوجة وين تكون؟ في بيتها واحدة واحدة تقفل على روحها في الباب في قعامياء في العرس هذك كي ما تعرفي العادات والتقاليد تعنا العرب والجزيري المسلمين إنها لنسافر حانين ويشتحوا وملمومين وكذا هي لا كانت متقلقة والتليفون دي ما في يدها وطالعة لطيراس وهابتا لاحظتها أختي كبيرة انتليجونت انجينيور دي طال لاحظتها تحركتها غير طبيعية بعثت لها ابنة صغار باش ما تجلبش الانتباه قلتم لحقوها لطيراس وشوفها وش تدير لما لحقوها لطيراس وجسوا عليها بكل صراحة ابنة أختي لقاوها تخاطب في راجل هبتوا لخالته وقالوا لا باللي راه يتخاطب في راجل خذتها بعين الاعتبار وعلش ما تقولش انت بما انه كنت غايب ربما كان تحضر معك في التليفون ولكن زوجها كي تحضر معاها تحضر معاها ما من الملاء ما عنداش وش تدرق ما لك يقولوا ربما عندها مشكلة حبت تنعازل تحضر معا زوجها علاش قلتوا كي سمعتوها تحضر في التليفون مع راجل قلتوا ربما وحد وخر لأنه كان يشوكوك من الأول لأنه هو الآن يقولك ما كانش تحضر معاها لا كان على الأقل كان على الأقل أختي طايت له تقوله هل كانت كلمك في الهاتف هذا بش نحو كامل احتمالات أختي هذي بعد كانت شكة فيها وسامعة حويج تعرف لا يخفى على النساء الأمور هذية مهما يكون الظروف خلتها في نيتها كي ما نقوله احنا كي رقدت جبدت لها البرتابل شعلته تلقى عديد من الصور بما أنه في حالة ارتباك وزربوا منها حاولت جبدت ربعة ولا خمس صور الأساسيين دخلتهم في البرتابل تاحها كمل العرس بعد مدة قصيرة بعثت لي مع زوج تاحها أختي قلت لي باللي رأي كاينة مشكلة يا أخي رأني جبت لك عينة من الصور ولكن رأي كاين بزاف صور حاول تكتشف موين مخبيين تلقى عينة من الصور